تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعبر تويتر بالتحديد واقع التعرض فتاة للعنف الأسري من قبل أسرتها في المدينة المنورة وتفاعل مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية مع الحالة عبر تغريدة على تويتر مؤكدا أنه جرى رصد هذه الحالة ومن ثم تم توجيهها لوحدة الحماية الأسرية بمنطقة المدينة ولفت إلى أنه يجري حاليا التنسيق طبعا مع الجهات المختصة وذلك لتوفير الحماية اللازمة لحالة الفتاة الجهود مستمرة من قبل مركز بلاغات العنف الأسري وأيضا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مواجهات ومكافحة مثل هذه الأخبار نشهدها أيضا سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق استقبالها من قبل المتعرضين لأحد حالات العنف سواء من النساء ورجال أو غيرهم جميع فيها المجتمع من خلال المراكز المخصصة وأيضا الرقم الموحد لخصصه مركز بلاغات العنف الأسري اشتركوا في القناة